وَلِلْمُسْلِمِينَ أَطِبَاءُ وَلِلْمُسْلِمِينَ أَطِبَاءُ وَلِلْمُسْلِمِينَ أَطِبَاءُ مع نجوة جرائي علي بن عباس الأهوازي هو أبو الحسن علي بن عباس الأهوازي ولد في إقليم الأهواز العربي بالقرب من جون دي سابور كان مسلماً من أصول نزرات ديشتية تعلم صناعة الطب على يد أبي ماهر موسى بن سيار انتقل إلى بغداد وتوفي فيها بعد أن دخل في خدمة عدد الدولة البويهي ويعد علي بن عباس الأهوازي من أوائل الأطباء القدامى القائلين بوجود شبكة شعرية بين العروق النابدة وغير النابدة وقد سبق بهذا الإنجاز الطبي الطبيب الإنجليزي هارغي بوصفه الدورة الدموية في الأوعية الشعرية كما وصف استئسال الأورام التي تلحق بالرحم والإصابة في التهاب عنقه وأكد الاستئسال الجراح لللوزتين إذا عظم حجمهما وطالت مدته وعسر على صاحبهما البلع ولم تنجح بشفائهم الأدوية والغرائز وما في قوتها وقد ظهرت براعته في الجراحة أيضاً في معالجة الكسور والخلوع وتجبيرها ووضع وصفاً دقيقاً في معالجة الفك السفلي إذا أصابه كسر وقد اهتم علي بن عباس الأهوازي بطب الأسنان اهتماماً بالغاً مما جعله يقدم دراسة متكاملة عن هذا الموضوع في كتابه ودرس مرض الصرع بعمق حتى أنه وصل إلى نتائج بقيت مرجعاً عبر العصور تنبه علي بن عباس الأهوازي إلى صعوبة شفاء الرئة المصابة بالسل وقال بصدد ذلك إن السبب الذي من أجله لا يشفى السل الرئوي هو أن الرئة دائمة الحركة لا تلتحم لكثرة حركتها وهزها وإزعاج السعال لها لأن العضو المتقرح يحتاج إلى أن يكون هادئاً ساكناً حتى تلتحم قرحته وقد كان الرائد الأول في وصف عملية خمس الرئة التي انتشر استعمالها في معالجة السل في مطلع القرن العشرين قبل اكتشاف المضادات الحيوية التي كان يستعملها لاستخراج البول من مثانة المريض المصاب بعسر البول إذ ابتكر القصاطير وكان من الرواد الأوائل في معالجة التهاب العقد اللمفية الرقبية وذلك باستئصالها جراحياً وتنظيفها بدقة وانتباه وحذر اشتهر ابن عباس الأهوزي بكتابه المسمى كامل الصناعة الطبية الضرورية والمشهور باسم الكتاب الملكي وقد أتمه عام 369 هجرية الموافق لـ 980 ميلادي وقد أهداه إلى الأمير عدد الدولة وكتابه هذا يعتبر أكثر منهجية وأكثر من موسوعة موجزة من كتاب أبي بكر الرازي المسمى بالحاوي وأكثر عملية من كتاب ابن سينة المسمى بالقانون والذي حل محله الكتاب الملكي في الطب موسوعة طبية متقنة ضمت عشرين مقالة تناول في المقالات العشر الأولى النواحي النظرية أما المقالات العشر الأخرى فتناولت صناعة الطب وقد اعتمد علي بن عباس في مؤلفه هذا على المشاهدات العلمية في المستشفيات لا على مجرد الدراسة النظرية أما فيما يتعلق بأخلاق الطبيب وتعامله مع مرضاه قال علي بن عباس الأهوزي ينبغي للطبيب أن يكون طاهراً ذكياً ديناً مراقباً لله عز وجل رقيق اللسان محمود الطريقة متباعداً عن كل نجس ودنس وفجور وأن لا يفشي للمرضى سراً ولا يطلع عليه قريباً أو بعيداً فإن كثيراً من المرضى يعرض لهم أمراض يكتمونها عن آبائهم وأهاليهم ويفشونها للطبيب وللمسلمين أطباء وللمسلمين أطباء وللمسلمين أطباء مع نجوة جراي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر